ترجمة نانسي قنقر لنقر ردود الابعال لنقرر ردود الافعال لماذا أتكلم cancers? لماذا لم تتحدث عن Verfügung لماذا لا يوجد عن الجنغة لان د 뽑نها desarrollo لماذا لم يتحدث هؤلاء بالخصص لماذا لم�ات البلد لم لم يخلون ردود الافعال من ناوي الأولى الاخيرة اللي عامل رد الفعل في الشارع خليها انزل تحتها تلقى من ناوي كان عامل مع الحزبة الاتحاد الديمقراطي تلقى من ناوي عامل برضو زي ندو زي قعدة مع الحزبة السودانية تسكتوا ساي قايدكم ده غلطا ما حصلوا قايدكم ده قوله ام تقدر على الشارع بسلاحك بأي شيطان رجيم قايدكم ده قوله اعتذر للشارع قايدكم ده قوله الشارع كان مؤمل في خير قايدكم ده قوله الشارع في ناس مؤملين في خير فيا تسكتوا ساي زي ما قلتها سكتنا في المجلس الانتقالي واللي هو انت وقحت سلام ما فيه وكلام اسمه مجلس انتقالي يا ما تغلط تعمل فيها مفتح اللغة بتاعت التهديد واللغة بتاعت فرق الشعب السوداني ده انقسام كويس ما بتمشي اعملوها الكيزان قبالك بالمناسبة ده وقالوه لك الناس السيقالوا عليك برضو اللغة بتاعت التفريق انه طالع للسلام اللغة حيطلع للسلام حتتتصنب بالناحية قبلية ومن ناحية كده جزء معي ممكن يطلع نزام مؤيدين السلام فالمفهوم بتاعت انه الناس طالع ضد السلام انه ما تركبوا ليزول في راسه ما فظلطة لدي السلام السلام في جهة ونسا الناس السلام مع منو السلام معاكم انتم انتم المناسبة الناس اشاركتهم ده الخطر على السلام مبتداء من الناس القاعد معهم فلما نجي واحد يقول لي انتم ليه ما اتكلمت في الحزب الشوعي هو نفسه قاعدة كان قبل تغريد تذب ثلاثة يوم كان قاعد مع جلاب الاصليين للحزب المرغني والتحته طوالي كان قاعد مع الحزب الشوعي اللي هو ده خطر على السلام نفسه اللي هو قالوها عديل كده ناس الحزب الشوعي دلانه المتمثلين في القحات عموما انه هما ما دارين السلام فعلى اي اساس تجي تقول لي بتغريده حتى لو قاصد السياسيين انت غزة الشعب السوداني ما غزة السياسيين يا زول فعلى اي اساس في تغريده تقول عدم تمزيق البلاد والسياسيين الذين ادعين للخروج على السلام همشي شوف الحزب الشوعي داعي كده يمشي داعي للجام مقامة وهسي فيه عاغل في الدولة السودانية دي من الشباب اتجابوكم انتو في السلطة دي و اتجابو الزفتطين دي والما دارين هم مرابدين اللي حزاب الخونا دي فيه زول هاسي بيسمع كلام الحزب الشوعي و يا زول هم اعتعملين فيها سياسيين نمبر وان اللي احنا قلنا لك خاف من الناس اللي ما بعرفوا سياسة دي خاف من الناس اللي بيقول لك امسك اقتعلي دارين حقنا انت اذا قتلاك شهدائك اللي انت باروك كنضال ومشوراك في ظهرك عشان الدولة دي تسعى الجميع ودولة ما يكون فيها زم الشعب السناني انت عافيت حقهم حتى هلهم ما استعزنتهم انت اذا عافيت حقهم وارتضيت الشراكة البقية دي انتو حاجة بترجعلك حقنا بقى الناس دي اللي هنا عندهم شهداء ماتوا يا زول انت اذا اصلا مادر تقيف معهم انتو حاجة بترجعلك يا زول موضود انت عشان تاني ما سكتوا اي زلواج بقول لك ليه ما تكلمتوا ليه ما جاء الحزب الشوعي وليه ما تكلمتوا عن الحزب الشوعي ومناوي ده بيتكلم عن الحزب هو نفسه قاعد مع الحزب خلي خاشموا يفتهم ونفس السؤال بنكرر من الذي يفضل احتسامها زايد من الناوي ما بتقدر على الشارع ولا بتقدر تلعب على الشارع نقطة عرام انتهى والبيجي بقول لنا مثلا القوش والبيجي بقول الكلام الفارغ قوش ده خليهو نفسه زي الماشي مع احمدتي والقاعد مع البرهان والسي دارقوا حكومة خليه طالب لنا لنسان الناس المذكرة بتاع الصلاحقوش خليه ورئنا سيبك من فضل احتسام الحاجات الحارة خلي صلاحقوش اللي بقوله الناس انه سواقب الخلاء والنظرية الكونية خلي زولكم ده هس يتفاهم مع الناس المش حكومة خليه جيب صلاحقوش خليك من الكبير الكبير اديكم له الكبيره هو تسليم البشير للجنايات الدولية اللي هو ما مثول تسليم اللي هو عبدالواحد خطاكم في الفتيلة الان خلي زولوا رد لهم هتسليموا المحكمة الجنايات الدولية ولا لا والمصالح اللي انت تتكلم عن هذه عدالة عدالة وانت تتكلم عن مصالحة سواء من النوية ما بتقدر على الشارع يا زول خليك من سلاحه وبتاوي تهديده وكلامه فارغ ده ولكن بالتحت يا زولوا يعتزر عن تغريض الفارقة وخليك كشف من بعيد بس تقمل حراسة القاعدة في الخرطوم وقلتها لكم قبل اربع يوم لو في زول يستشهدوا لو في زول يتضرب اللحزاب دي نفسه والعسكر الخطرين على السلام ده اللي هو انت اذا افاكر الناس حمدتي وناس برهن ده بيحملك السلام والله العظيم كالطب ديل هم خطر على السلام يغيروا الراهم وورطوك انت في اي وقت فنفس الناس ديل نفس الناس ديل ممكن يورطوك هس اذا اقدر الله في واحد من الشباب ديل سلام عليكم يا قناس اشتركوا في القناة